دون سابق اندار تفرغ طائرات الاحتلال الصهيوني حمولتها مستهدفة عشرات المباني السكنية في قطاع غزة لتنهار على رؤوس ساكنيها مخلفة العشرات من الضحايا المدنيين من سكان المدينة ليلة مأساوية شهدها سكان حي الرمال غربي مدينة غزة الذين فوجئوا في ساعة مبكرة من فجر السادس عشر من ايار بقصف غير مسبوق على الحي نفذته الطائرات الحربية الصهيونية قصف دمر الشوارع والمنازل وازهق الارواح في حملة ابادة ضد السكان بذرعة الرد على فصائل المقاومة الفلسطينية حي الوحدة غربي المدينة ناله هو الاخر نصيب من المدزرة حيث سقط العديد من الضحايا من جراء القصف الصهيوني على الحي وفقا لارقام مستشفى الشفاء الذي اعلن استقباله الضحايا فيما لا تزال طواقم الانقاذ تسخرج العالقين تحت الانقاذ وركام المنازل المدمرة بالقصف فكثافة القصف الصهيوني على احياء غزة حالت دون تحديد عدد الضحايا الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب ابادة مكتملة الاركان من قبل الصهاينة يقول المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة حيث تركز تل ابيب على المدنيين الامنين في بيوتهم وتهدم المنازل على رؤوس ساكنها وسط مطالبات للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفعلي لوقف مسلسل الدم المستمر بحق الفلسطينيين منذ اسبوع الهجوم على حيي الرمال والوحدة وغيرهما من احياء غزة يأتي بعد يوم واحد فقط على مجزرة صهيونية بحق عائلتين في مخيم الشاطئ رح ضحيتها عشرة اشخاص من عائلة واحدة جلهم اطفال ونساء وتبدو هذه الجرائم وغيرها متعمدة لزيادة فاتورة الدماء والضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية للخضوع لتل ابيب وشروطها وفي مقابل ذلك تصر الفصائل على شروطها لوقف التصعيد وان يشمل اي اتفاق مقبل للتهدئة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة